سنخلد ذكرى عزيزة أخرى غالية علينا ألا وهي ذكرى طورة الملك والشعب التي أبان فيها السلطان محمد الخامس عن مدى ارتباطه بتربة أبائه وأجداده ومدى حصه على أن ينعم رعاياه بالحرية والاستقلال فكان الحدث تاريخيا مئة بالمئة عندما أعلن السلطان المغفور لمحمد الخامس طورة عارمة في وجه أعتى الأمبراطوريات الاستعمارية ألا وهي فرنسا فكانت كلمته لا للاستعمار لا لانتهاك الحقوق لا لتعديب رعاياه لا للتفريقة لا ولا ولا حتى سمي بإضراب الطابع السلطاني ضد القرارات الاستعمارية الفرنسية فنضر محمد الخامس يتطلب صفحات وصفحات طوال لاستخلاص الدروس والعبار لكننا سنكتفي بإعطاء بعض الإشارات فعندما دق السلطان محمد الخامس درعا باستفزازات التي صادرت عن الإقامة العامة الفرنسية التي حاولت أن نيل من سيادته والتقليل من حكمه وسلطته على رعاياه انتفض في وجهها ورفض الامتتال والانسيع لأوامرها وأعلانها طورة ضيضاء ضد الأحكام الجائرة وانضم إلى صفوف الحركة الوطنية في إطار المطالب المشروعة للمغرب أندك وهي الاستقلال والذي تجسد في وثقة المطالبة باستقلال تتولى السنين والغطرسة الاستعمارية والآلة الحربية لا تتوقف في الأطلس المتوسط كما في الصحراء كما في الشمال كما في الوسط كما في السهول الأطلسية لكن المغرب ظلوا آمينين بقضيتهم صامدين ولو بأسلحتهم تقليدية حتى جاء ذلك اليوم المشؤوم التي تجسرت فيه القوى الاستعمارية على شخص المفهول لهم حمد الخامس واقتحمت عنوة المشور السعيد ودخلت بجرأة إلى قاعة العرش وطالبت السلطان إما بالامتتال لأوامرها وأن يردخلها بدون سؤال أو بدون استشارة الامتتال فقط أو النفي فآثر النفي على الاستسلام والرضوغ هنا لابد من الوقوف عن هذه الكلمة التي قالها فلتذهب فرنسا إلى الجحيم ولتفعل ما تفعل ولن أتنازل قيد أنملة عن المسؤولية التي أنيطت في إطار البيع التي بايعني بها رعايا كمبايع أبائي وأجداد هذه الكلمات كانت بمثابة السيف الذي وضع على عنق الديك الفرنسي والذي خدش تلك الصورة الاستعمارية المنمقة لفرنسا فكان النفي بمثابة درس من دروس النظال فقد أبان المغاربة كذلك عن مدى عشقهم وتشوفهم وحبهم الجارف لهذا السلطان الذي ضحى بنفسه وبأسرته في سبيل نصرة قضايا الوطن وعلى الرغم من نفي محمد الخامس فقد ظلت صورة راسخة في قلوب وأدهان المغاربة بل تخيلوها حتى في القمر وهذا دليل على أن إن كانت فرنسا تريد أن تمحوا صورة الملك من ذاكرتهم فلتذهب إلى القمر لكي تمحوها هذا بمثابة امتحان للفرنسيين الذين حاولوا منع المغاربة من حمل صور محمد الخامس والاحتفال به كسلطان عليهم فظلت الشعارات تتردد لن نرضى إلا بملكنا وبالعودة الشرعية والسيادية لهذا السلطان إلى بلده ففي سنة 1953 إلى حدث سنة 1953 سالت دماء طاهرة دماء أبية غطت كل مناطق المغرب من الشمالي ومن الوسط من الشرقي ومن الغرب بل الشيء الجميل الذي ينبغي على الشباب أن يطلع عليه حتى أبناء الصحراء المغربية في إقليم وادي الدهب والساقي الحمراء وفي أودسورد وفي إمريكلي وفي القويرة وفي دشيرا وفي العرقوب وفي الشاطئ تجلت هذه الصور رغم أن القبائل كانت خاضعة للاستعمار الإسباني وليس للاستعمار الفرنسي فقاموا بنزع كل الصور التي تبرهنوا عن زينتهم فامتنعوا عن دبح أضحية العيد لسنتين وارتدوا اللباس الداكن الضرعية والملحفاء البلون أسود كالتعبير عن حزنهم عن نفرهم ملكهم وامتنعوا عن إقامة الأعراس واحتفال الختل لسنتين بل ذهبوا إلى حد تقصير الصلاة لسنتين كاملتين وختموها ورفعوا من سقف الاحتجاجات عندما أعلنوا العصيان وامتنعوا عن دفع الضرائب لإدارات الاستعمارية لإسبانيا وخرجوا في شوارع الصحراء المغربية حاملين بيد العالم المغربي وبيد الأخرى صور مغفورة للمحمد الخامس ولم تهدأ هذه الثورة لا في الصحراء ولا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغر إلا مع تباشير التي حملت سنة 1955 بعد عودة المغفورة للمحمد الخامس فعلى الشباب أن يستحضر هذه اللحظات وأن يتذكر روح هذا الملك المجاهد الذي ضحى بحياته في سبيل أن نعيش نحن اليوم في أمنين وأمان لا تنساش تابنى فلاشين وتأكتب الجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هذا البرس